لا إلى هالله أدى لاستشهاد طفلة ووقوع عشرات الإصابات عدوان إسرائيلي جديد طال هذه المرة أحد الأبنية السكنية في منطقة بنياس الساحلية أفقاً لما صرح به مصدر عسكري سوري العدوان الذي جاء متزامناً مع آخر استهدف منطقة الفرقلوس في ريف حمص الشرقي نفذه الاحتلال الإسرائيلي جوياً من الأراضي اللبنانية عند السابعة والنصف من مساء الأربعاء مقعاً أيضاً خسائر مادية أكانت أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء المنطقة الوسطى في حين تواصل إسرائيل خروقاتها واعتداءاتها المكثفة منذ السابع من أكتوبر على مناطق سكنية ومنشآت مدنية وعسكرية في البلاد يولا حسين تلفزيون فلسطين دمشق